اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوين موجة تراجع اصابت تسواق المال العالمية على خلفية التوترات في منطقة الخليج ومؤشرات طباطئ في الصين الرئيس التونسي وقع قانون الميزانية للعام الجديد منقوصا منه خمسة فصول تتعلق بالمصالحة المالية والاقتصادية وفي النشرة ايضا كلفة الكوارث الطبعية تنخفض الى تسعين مليار دولار خلال العام الماضي اهلا بكم حالة الاستقرار النسبي التي كانت تعيشها اسواق المال العالمية خلال العام الماضي يبدو انها لن تستمر مع بداية العام الجديد واذا كانت العوامل الاقتصادية واساسيات السوق تعد المؤثرة الاولى في حركة الاسواق حول العالم الا ان السياسة والامنة لعبال دور الابرز في حركة المؤشرات في اول يوم للتدول العالمي من العام 2016 حسن يوسف انه اليوم الاول للتدول الرسمي عالميا من عام 2016 مؤشرات اسواق الشرق الاوسط تراجعت كذلك اسواق المال الخليجية والعربية ولكن بصورة اقوى وحده النفط الخام والذهب تحرك صعودا والسبب التوترات في المنطقة العربية على خلفية اعدام السلطات السعودية الشيخ نمر باقر النمر وما نتج منه من توترات مع ايران المخاوف الجيوسياسية اذا خفضت مؤشرات الاسهم في عموم اسيا وكانت الاسواق الخليجية اكبر الخاسرين وعلى غير العادة لم ينجح ارتفاع اسعار النفط في دعم الاسهم حيث ارتبطت المؤشرات الخليجية بحركة اسواق الخام خلال العام الماضي وكانت العامل الاكثر تأثيرا على الاسهم فيه وينظر المتعاملون بقلق الى اعلان السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران فعلى الرغم من صغر حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتجاوز نصف مليار دولار قد تؤثر الرياض في الدول الخليجية الاخرى وتدفعها الى قطع العلاقات مع تهران ايضا وهذا ما يمكن ان يكبدها خسائر كبيرة حيث كانت تراهن دول عدة على رفع العقوبات الغربية عن تهران لتحسين معدلات نموها وتعويد بعض من خسائر العائدات النفطية ومنها دولة الامارات التي توقع لها صندوق النقد زيادة نقاط مئوية على معدل نموها بفعل الانفتاح التجاري على ايران حيث بلغت تبادل سبعة عشر مليار دولار خلال العام الفين واربعة عشر برغم العقوبات من ناحية اخرى تأثرت اسواق النفط بدءا من شرق اسيا بالتوترات الخليجية وكسب البرميل الواحد اكثر من نقطتين مئويتين او ما يعادل ستين سنتا حيث يخشى المتعاملون في اسواق الطاقة من تأثر الامدادات النفطية الاتية من الخليج وفي مقدمها السعودية اكبر مصدر للنفط حول العالم وان كانت هذه الصدمة مؤقتة لناحية اسعار النفط الا انها تشير بقوة الى هشاشة الاسواق العالمية تجاه اي توتر اضافي ان كان سياسيا او امنيا او حتى ديبلوماسيا ومع ارتفاع حدة التوترات بين السعودية وايران على خلفية اعدام الشيخ نمر النمر هبطت معظم المؤشرات والاسهم العربية بشكل قوي في تدولات يوم الاثنين حيث خسر المؤشر المصري الرئيسي واحدا ونصفا في المائة فيما هبط المؤشر السعودي اثنين في المائة فاصل اربعة وتراجع مؤشر كويت خمسة عشر بنسبة واحد في المائة وهبط مؤشر بورسة دبي واحدا في المائة فاصل ثلاثة وكذلك مؤشر بورسة ابو ظوي ثلاثة عشر في المائة فيما هبطت بورسة قطر واحدا في المائة فاصل اثنين حيث اقدم المستثلون الاجانب على عمليات بيع واسعة النطاق بدأت برصة هانغ كونغ تعاملاتها الأثنين في أول جلسة لها من العام الجديد على انخفاض بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات التوترات الأخذة في التصاعد بين السعودية وإيران وتراجع مؤشر هانغ سينغ في أولى المبادلات بنسبة 1.2% أي بنسبة 269 نقطة ليهبط إلى 21.646 نقطة في موازات ذلك سجلت أسواق المال الأوروبية تراجعا عند بدء جلساتها الأولى للعام الجديد متأثرة بالتوترات الخليجية ومنخفاض برصتي الصين الذي يؤكد طباطوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ففي لندن خفض مؤشر فوتسي لأسعار أسهم 100 شركة كبرى 1% عما كان عليه في اليوم الأخير من العام الماضي وفي منطقة اليورو انخفض مؤشر برصة باريس كاك 40 بنسبة 1.2% أما مؤشر داكس 30 لبرصة فرانكفورت فقد انخفض 2.4% الخلاف الدبلوماسي بين إيران والسعودية له أثر كبير علينا السعودية هي حليفنا الأكبر في الشرق الأوسط والحليف الأول للولايات المتحدة وهي الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة لذلك فإن دخولها في اضطرابات ينعكس سلبا على أوروبا وربما يزيد من أعداد المهاجرين والنازحين ارتفعت تكلفة التأمين على ديول السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2010 على الأقل إثر تدهور علاقاتها مع إيران وتواجه الأصول السعودية ضغوطا متزايدة مع اقتراب أسعار النفط من 37 دولارا للبرميل وتضمنت ميزانية المملكة للعام الحالي خفضا في الأنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة في محاولة منها لتقليص عجز الميزانية الخلاف الدبلوماسي بين السعودية وإيران سيقود جهود أوباك لإعادة التوازن إلى أسواق النفط وتعافي الأسعار صحيفة وولد سريت جورنال نقلت عن مسؤول في صناعة النفط السعودية قوله إن الأمال المتعلقة بتنظيم إنتاج النفط وتقاسم الحصص السوقية تتضاءل في ظل التوتر في العلاقة بين أكبر منتجين نفطيين في أوباك يشار إلى أن إيران ستزيد صادراتها النفطية بمقدار مليون برميل كل يوم بعد رفع العقوبات الغربية عنها مطلع هذا العام تخطط سلطنة عمان لتنويع اقتصادها وخفض اعتمادها على النفط إلى النصف الخطة مدتها خمس سنوات وتنص على دعم قطاع الصناعات التحولية والتعدين والنقل والسياحة تطبيق الخطة يسمح بخفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% من 44 حاليا وسيبلغ متوسط الاستثمارات السنوية في القطاعات غير النفطية 106 مليارات دولار في السنوات الخمسة المقبلة انخفضت فاتورة الواردات النفطية إلى مصر 38.5% وفق ما أعلن وزير البترول طارق الملة ووصلت قيمة الواردات إلى 400 مليون دولار كل شهر انخفاضا من 650 مليون دولار مع تراجع السعر العالمي لبرميل النفط يذكر أن مصر تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع في تونس ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قانون الميزانية للعام الجديد منقوصا من خمسة فصول جرى نقضها من قبل هيئة مراقبة دستورية للقوانين هذه الفصول تتعلق أساسا بمجال الجباية والمصالحة المالية والاقتصادية مراد الدلنسي للمرة الأولى في تاريخ تونس ترفض فصول من قانون ميزانية الدولة قانون ميزانية عام 2016 تضمن بحسب هيئة مراقبة دستورية القوانين فصولا غير دستورية يتعلق معظمها بمجالات الجباية والعفو عن المخالفات الاقتصادية فما فصل التمرير في قانون المالية أعطو بيراك أنه تمرير مقنع لقانون المصالحة في الميدان الاقتصادي والمالي اللي هو ميزان موضوع النظر في هذه وفما مساء تتعلق بالإجراءات المراقبة الجبائية ومدام مطابقتها للدستورية رفض هذه الفصول الخمسة لن يعطل قانون الميزانية لكن الجدل الحاصل هو حول محاولة الحكومة تمرير فصول ضمن الميزانية تتشابه مع فصول موجودة في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل والذي يهدف إلى العفو عن رجال الأعمال الفاسدين ومن هنا يتهم القضاة الحكومة بشن حملة عليهم فصول هذه ما عنده شي علاقة بالنفقات العامة للدولة وما هي شي بشتوقف حتى نفقها لا هي بشتوقف جرايات ولا مرتبات ولا ميزانيات يعني متاع مؤسسات ولا متاع وزارات هذه زادة على خلاف حملة التخويف اللي جات من قرار الهيئة اللي دخلت في حملة معنتها كما قلنا التشكيك وتحاول رئاسة الجمهورية في تونس منذ أشهر تمرير قانونا يتعلق بالمصالحة المالية يعفو عن رجال أعمالا ارتكبوا تجاوزات مالية في العهد السابق يقول المراقبون أن تهميش الحكومة قرارات هيئة مراقبة دستورية القوانين ولسيما في المجال الاقتصادي يقلق المراقبين الأجنب إزاء مناخ الأعمال والمسار الديمقراطي في تونس عامة مراد الدلنسي تونس الميادين انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر العاشر على التوالي في كانون الأول ديسمبر ما يحبط الأمال بأن يدخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وضع أكثر استقرارا وبسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج وتراجع الاستثمارات قد تسجل الصين أدنى نمو لها منذ 25 عاما بنسبة 7% عام 2015 قالت شركة ميوني خراي لإعادة التأمين أن مطالبات التأمين من الكوارث الطبعية خفضت إلى 27 مليار دولار العام الماضي من 31 مليارا العام الأسبق مع تراجع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبعية وأظهر تقرير ميوني خراي أن حجم الخسائر الاقتصادية في العام الماضي هبط إلى أقل من 90 مليار دولار من 110 مليارات وهو أيضا أقل من متوسط عشرة أعوام والبالغ 180 مليار دولار مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء